عثرت أسرة الشاب العدن هاني على جثة ابنها في ثلاجة مستشفى الصداقة بالعاصمة المؤقتة عدن عقب ساعات من اختطافه من قبل تشكيلات مسلحة وقالت مصادر مطلعة إن الشاب هاني كان متواجدا مساء الثلاثاء في مديرية الشيخ عثمان أثناء تنفيذ مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي حملة ضد الباعة في أرصفة المديرية تخلى لها إطلاق نار وأكدت المصادر أن هاني وشقيقه وشابا ثالثا تفاجأوا عقب توقف إطلاق النار بطقم عسكري يقوم بإيقافهم واعتقال هاني رغم تأكيداتهم بأنه لا علاقة لهم بما حدث في السلوق أشارت المصادر إلى أن أسرة الشاب قامت بعد عملية الاعتقال بالبحث عن نجرها في أقسام الشرطة إلى أن مسؤوليها أكدوا عدم وصوله إليهم ليعثر عليه بعد ساعات من البحث جثة هامدة في ثلاجة المستشفى ترجمة نانسي قنقر